السلام عليكم كيف تجعلين الرجل يهتم بك ويتوقف عن إهمالك؟ ببساطة بإخباره أنك لن تعامليه على أنه من أولوياتك بعد اليوم ستجعلينه يدرك أنه يفقدك ببطء ولكن بثبات بمجرد أن يدرك ذلك سيصمم على استعادتك مرة أخرى لا أحد يريد أو يستحق أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به لذلك أنا شخصيا أشعر بالإحباط عندما يفعل شريكك هذا بك ترين أنه في الآوين الأخيرة كان يعاملك كخيار ثان وكشبكة أمان وأصبح متأكدا من أنك لن تذهب إلى أي مكان بغض النظر عما يفعله ومع ذلك فإن الأمور بينكما لم تكن دائما على هذا النحو البداية دائما مثالية لكن مع مرور الوقت تنتهي مرحلة شهر العسل وتتكشف الصورة بوضوح فترينه قد بدأ يفقد الاهتمام بك تدريجيا بالطبع كل هذا سيجعلك تشعرين بأنك غير محبوب حقا وهذا يدفعك للشك في قيمتك الذاتية تتساءلين هل وجد حبيبة غيري أم أنه لم يحبني من الأساس قد تسألين نفسك ماذا تفعل عندما يبدأ في إهمالك ومعاملتك وكأنه لم يعد يهتم بك كيف يمكنك دفعه ليدرك أنه يفقدك ولكي يعود للاهتمام بك كما كان يفعل من قبل في هذا الفيديو جلبت لك تسعة طرق تجيبك عن أسئلتك هذه قبل أن أكشفها لك لا تنسي الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات ومشاركة رابط الفيديو مع الأصدقاء وكتابة التعليقات فهي ممتعة لي وللأصدقاء الآخرين هيا بنا حسنا كما أخبرتك في هذا الفيديو جلبت لك تسعة طرق لكي تجعل الرجل يعود للاهتمام بك وربما يأتيك زحفا جربيها لفتح ذهنه وجعله يفهم فداحة ما يفعل أظهري له أن كلكما يستحق القتال من أجله الطريقة الأولى لا تهتمي به كثيرا عندما تتساءل عن كيفية جعل الرجل يدرك أنه يفقدك فإن الإجابة هي ابقائه على مسافة منك توقفي عن كونك ممسحا له أنا لا أقول أنه يجب عليك استبعاده تماما من حياتك لكن يجب على الأقل محاولة الابتعاد عنه لبعض الوقت لا تسأليه أين كان أو ماذا كان يفعل لا تسأليه عن أصدقائه أو عن خططه ولا تجلس منتظرا منه أن يدعوك للقاء أو موعد هو كأنك لا تملكين شيئا آخر تفعلين امنحيه المعاملة الصامتة لا تتحدثي كثيرا عن ما يحدث في حياتك أيضا بل قللي من نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يتمكن من تتبع ما كنت تفعلينه مؤخرا استخدمي هذا الوقت للعمل على نفسك ولإنجاز الأشياء التي تحبينها دعيه يفعل ما يشاء ولا تعترضي عليه إذا كان يعتني بك فمن المحتمل أن يشعر بالقلق لأنك لا تتفاعلين مع الأشياء كما كنت تفعلين من قبل وسوف يتساءل لماذا؟ سيرى أن شيئا ما معطل بشكل واضح وسيبذل قصارى جهده للوصول إلى جوهر التغيير لا تتفاجعي إذا اختبرك بفعل شيء عن قصد فقط ليرى ردة فعلك إذا كنت تريدين أن ينجح هذا فعليك أن تكوني مثابرة لأنه إذا نجح وإذا تمكنت من إيقاظه وجعله يدرك أنه يفقدك فستكونين سعيدة لأنك تمكنت من القيام بهذه المهمة النصيحة الثانية توقفي عن الرد على مكالماته ورسائله النصية لا ترد على مكالماته وتجاهل مراسلاته لك وانظري إلى نتيجة هذا التصرف الجديد عليه سوف ترين على الأرجح أنه ضاع بدونك سيبدأ في القلق بشأن الكثير من الأشياء لماذا لست متاحة؟ هل تقابلين شخصا آخر؟ ماذا يحدث هنا؟ سوف يلمح كيف ستبدو حياته بدونك وأكد لك أنه لن يعجبه ذلك وسرعان ما سيعود إلى طبيعته القديمة أما إذا كنت لا تستطيعين حقا فعل هذا وتشعرين بالحاجة إلى مراسلته أو معاودة الاتصال به فافعلي ذلك لكن انتظري قليلا وحاولي تأخير الرد أو أخذ فاصل زمني أكبر من المعتاد في فعل هذا وهذا سيجعله يتساءل أيضا عن ما يحدث الحيلة الثالثة لا تدعيه يعتمد عليك إن أول ما يجب عليك فعله هو التوقف عن السماح له بالاعتماد عليك بغض النظر عن السبب حسنا هذا تصرف قاس للغاية لكن إذا كنت تريدين النجاح فعليك أن تكوني بلا رحمة توقفي عن فعل الأشياء له توقفي عن جعل حياته أسهل بدلا من ذلك اعتني بنفسك أعيدي توجيه كل الطاقة التي كنت تهدرينها عليه وابدأي في التركيز على حياتك الخاصة حاولي هذه المرة ألا تهتمي باحتياجاته وتذكري أنك تحاولين تعليمه درسا بمجرد أن يرى أنك تعتني بنفسك بدلا من القيام بكل هذه الأشياء من أجله فسوف يدرك مدى اعتماده عليك وسيبدأ في مطاردتك من جديد الحيلة الرابعة عليك أن تتعلم قولا لا لا تدعيه يسحبك إلى الأماكن التي يحبها ويفعل الأشياء التي يريدها دون الاهتمام بتفضيلاتك أنا لا أقول أنه يجب عليك التوقف عن دعم أحلامه وتطلعاته أنا فقط أقول أن لديك حياة أخرى لتعتني بها حياتك فكري فيما تريدين فعله من أجل التغيير والترفيه عن نفسك لا تدعيه يحفك على الإعجاب بالأشياء التي تكرهينها أو الذهاب إلى أماكن لا تريدينها إذا لم تتمكني من إيجاد حل وسط ففعلي ما يناسبك أنت لا هو من المحتمل أن يصاب بالذهول لأنك تعلمت أن تقولي لا فجأة سوف يدرك أنه يفقدك لأنك ستقدين المزيد هو المزيد من الوقت بعيدا ولن تكون هناك حاجة إلى اهتمامه أيضا في المرة القادمة التي يطلب فيها الخروج في موعد أخبريه أن لديك بالفعل خططا أو أنك لست في حالة مزاجية لرؤيته الليلة سيجعله هذا يفكر ويحتار بل ويخشى من فقدانك الحيلة الخامسة أخرجي بدونه الخطوة التالية هي أن تبدأي في الخروج دون أن تطلبي منه الحضور ودون التشاور معه أولا من خلال القيام بذلك ستظهر له أنه يمكنك إدارة الأمور بشكل مثالي بمفردك وأنه يمكنك قضاء وقت في حياتك دون وجوده بعد خروجك هذا أنشر صور فسحتك في جميع وسائل التواصل الاجتماعي إذا طرح أي أسئلة إضافية فلا تعطيه أي إجابات شافية دعيه يشعر بعدم الارتياح وبالفزع وربما يشعر بالغيرة بعض الشيء هذا يعني أنه لا يزال لديه مشاعر اتجاهك لكنها مخفية في مكان ما بسبب الرتابة التي علقت فيها علاقتكما الحيلة السادسة أرفضي خطط اللحظة الأخيرة توقفي عن فعل ما يريدك أن تفعلي إذا لم يكن لديه اللباقة لإخبارك بخططه في الوقت المناسب لتتمكن من تنسيقها مع أشغالك ومواعيدك فهذه علامة على أنه لا يقدر وقتك وإذا كان لا يقدر وقتك فهو لا يحترمك إذا كان لا يحترمك ولا يحترم الأشياء التي تريدين القيام بها فأنت لا يتعين عليك احترامه وبالتالي لن تكوني مضطرة لقول نعم لخطط اللحظة الأخيرة خاصة إذا طلب منك الخروج الجمعة أو السبت في آخر لحظة بعد أن تركه جميع أصدقائه أظهر له أنك لن ترضي بأن تكوني خياره الثاني أو أن تلعبي دور الشخص الذي يتصل به عندما يقف الآخرون ضده صدقيني إنها الطريقة الوحيدة التي سيأخذك بها على محمل الجد الحيلة أو الخطوة السابعة مارسي هواية جديدة أنت بحاجة إلى أن يتوقف عالمك عن الدوران حوله فهذا هو السبب في أنه يتصرف بالطريقة التي هو عليها إنه يعلم أنه بغض النظر عن أي شيء فستكونين هناك من أجله لذلك من الواضح أنك بحاجة إلى أن تظهري له أنك بأفضل حال من دونه وأن هناك احتمالية في أن يفقدك إلى الأبد هذا هو الشيء مع الرجال غالبا ما يعتقدون أن العشبة يكون أكثر اخضرارا على الجانب الآخر من السياج لذلك بغض النظر عن مدى روعتك اتجاههم فسوف يأخذونك في النهاية كأمر مسلم به لذا سيكون من المفيد تذكيره من وقت لآخر بأنه سيفقد انتباهك إذا توقف عن تقديرك أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تبدأي بممارسة هواية جديدة شيء لا يشارك فيه بهذه الطريقة ستثري حياتك الاجتماعية ستخرج مع أشخاص يحبون نفس الأشياء التي تحبينها الأهم من ذلك كله ستظهري له أنه يمكنك العمل بشكل مثالي بدونه الحيلة الثامنة حاول إثارة غيرته إن أفضل شيء يمكنك فعله إذا كنت تريدين جعله يشتاق إليك بجنون هو السماح له بملاحظة أنك تراسلين رجالا آخرين أو أنك تتحدث مع بعض الرجال على ملفاتك الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي ومع ذلك لا تفعلي هذا إلا عند الضرورة القصوى إذا كان رجلك لا ينتبه لك افعلي شيئا حيال ذلك وأظهري له أن هناك رجالا سيموتون ليكونوا معك فالفكرة هنا تكون باستفزاز رجلك لإظهار أي نوع من المشاعر أظهري لشريكك هذا أنه يأخذك كأمر مسلم به بينما يجب أن يكون سعيدا بوجودك في المقام الأول ومن الحيل في هذا الإطار أن تقوم أمامه بذكر زميلك الجديد في العمل والمبالغة في الإطراء عليه والتغزل بمحاسنه وتصرفاته سوف يتساءل شريكك عن سبب حديثك عن هذا الرجل فجأة من المحتمل أن ينظر في الأمر أكثر وشيئا فشيئا سوف يدرك أنه يشعر بالغيرة وأنه لا يريد أن يتخلى عنك لشخص عشوائي وفي النهاية إذا كان يهتم بك ويخشى خسارتك سيفتح عينيه ويقاتل من أجلك النصيحة التاسعة تحدثي معه إذا كنت تفضلين عدم تجربة الحيل التي ذكرتها لك في سياق هذا الفيديو وتريدين الذهاب إلى حل مباشر ونهائي وتمتلكين من الشجاعة ما يكفي للمصارحة فما عليك سوى التحدث إلى شريكك فقط حاول أن تكون صادقة قدر الإمكان أجلسيه وانظري في عينيه وأخبريه بكل ما يزعجك أولا وقبل كل شيء ابدلي قصارى جهدك لجعله يتذكر سبب وقوعه في حبك في المقام الأول ذكريه بتلك الأوقات التي التقيت ما فيها وكيف كانت الأمور ممتعة بعد ذلك بثي له شكواك وأخبريه أنه بات يهملك ولا يحترمك كما ينبغي لا تسمحي له بإقناعك بأنك تتخيلين هذه الأشياء في الواقع هذه تعتبر أفضل طريقة لمعالجة المشكلة لكن لسوء الحظ لا يرغب معظم الرجال في التحدث عن هذه الأشياء لأنهم لا يريدون الاعتراف بأنهم ارتكبوا خطأ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن نقرأ على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع مشاركة رابط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا ترك التعليقات والآراء والاقتراحات أسفل الفيديو إذا أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات فاختاروا أحد هذه الفيديوهات التي تظهر على الشاشة الآن أراكم قريبا بإذن الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر